إخواني وأخواتي هذا الحديث ما العلماء من رده جملةً كالإمام ابن حزم رحمة الله تعالى عليه وطعن فيه من حيث الإسناد طبعاً حقيقةً الأسانيد المختلفة لهذا الحديث لروايات هذا الحديث طرق هذا الحديث فعلاً معظمها لا تخلو من مغامز يعني في بعضها مثلاً محمد ابن عمر الليثي صحيح هو من رجال الشيخين لكن لم يروي له أحد من الشيخين مفرداً إنما روى له مقروناً ولذلك قال الإمام الشمس الذهبي رحمة الله تعالى عليه قال محمد ابن عمر الليثي لا يقبل وحده ولذلك أيها الإخوة لم يروي له إلا مقروناً بغيره في الصحيحين والله أعلم في بعضها الوليد ابن مسلم تدليس معروف تدليس الوليد المسلم معروف العلماء في بعض عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيفها كذا في بعضها ضعفاء كثيرون في بعض أسانيدها في بعض طرق هذا الحديث مجاهيل أكثر مجهول في طريق واحد ابن حزم يدري ماذا يخرج على سن قلمه رحمة الله تعالى عليه لكن معظم العلماء لهم وجهة أخرى ماذا؟ هذا الحديث مقبول من حيث الأصله من حيث أصله مردود من حيث الزيادة في آخره كلها في النار إلا واحدة وطبعاً اختلفوا ما هي هذه الواحدة؟ من هي هذه الواحدة؟ أهل السنة قالوا هي الجماعة هذا حديث معابنا أبي سفيان قال ما هي؟ الجماعة لعله يعني عام الجماعة يعني جماعته هو أمثله والله أعلم قد يكون المسألة هناك يعني مدخلية للسياسة السياسة دائماً تشم رايحتها النتنة في هذه الأشياء هناك حديث يروونه وكذا ربما طبعاً يكذبونه أن يزيداً الرقاشي سأل أنس ابن مالك صاحب رسول الله رضي الله عنه وعرضاه عن أنس وصلى الله على محمد وآله محمد قال له ما الجماعة؟ أو من الجماعة؟ أنتم تنطصون بالجماعة قال مع أمرائكم مع أمرائكم الجماعة هي الأمراء السياسة خليك مع الدولة هذه الجماعة السياسة هذا حديث سياسي يبعد جداً أن يكون أنس خاله وإنما نسب إليه إخواتنا الإمامية الاثنى عشرية الشيعة يقولون الفرقة الناجية أن نحن شيعة أهل البيت ومش كل شيع أهل البيت لماذا؟ طيب لأن أهل البيت لهم شيع كثيرة شيع كثيرة عليس كذلك تعرفون أي بعضها وربما لا نعرف أي أكثرها قالوا لا شيعة خاصة من الشيعة وهكذا يروي الإمام الكليني في الكافي عن أبي جعفر وهو الإمام محمد الباقر عليه المستلام أنه قال عن آبائه طبعاً عن رسول الله أو عن أمير المؤمنين لأنه حديثه لأن حديثه وحديث آبائه حديث جده أمير المؤمنين علي وحديث عليه وحديث رسول الله ما في فرق هكذا هي القاعدة لدى الإخوة الإمامية على كل حال عن أمير المؤمنين عليه السلام افترقت بني إسرائيل بعد موسى على 71 فرقا الناجية واحدة وسائرها في النار وافترقت النصارى بعد عيسى عليه السلام على 72 فرقا الناجية واحدة و71 في النار وَتَفْتَرِقُوا بالأحرى هو قال وَفْتَرَقَتْ يعني بصيقة الماضي حتى وهذا بعيد جداً جداً وغير صحيح إلى زمن الباقر لم ت... طبعاً هذا كذب كله كذب كذب على الأمة وكذب على الرسول وكذب على الأم علي كذب كذا يكذبون هذا الأمة تكذب على نبيه يا إخواني للأسف الشديد قال وَفْتَرَقَتْ هَذِي الْأُمَّةْ عَلَى ثلاث وسبعين فرقة على ثلاث وسبعين فرقة منها منها ثلاث عشرة فرقة يعتقدون ولايتنا ومحبتنا يعني شيعة إيه؟ أهل البيت الناجية منها واحدة وكلها مع سائر الفرق في النار يعني في ستون فرقة من شيعة أهل البيت في النار وأهل البيت ثلاث عشرة فرقة تشائعهم تتولى وتعتقد محبتهم وولايتهم انت عشرة فرقة منها في النار واحدة يعني الله أعلم من الذي خط هذا الحديث وسبكه وطبعه عشان يأتي على القد تماما على قد فرقته العجيب أن بعض المعتزلة كما قرأت يروون هذا الحديث والفرقة الناجية هي المعتزلة هي المعتزلة لعب والعياذ بالله لعبوا يا إخواني تفصيل لدين جديد يلعبون ومن هنا قال الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه محمد بن إبراهيم ابن الوزير اليماني الصنعاني صاحب الكتاب الماتع العظيم هذه الموسوعة الفذة العواصم والقواصم قال في حديث الافتراق قال احذر من هذه الزيادة أي زيادة؟ كلها في النار إلا واحدة احذر من هذه الزيادة فإنها زيادة فاسدة ولا يبعد أن تكون من دسيس الملاحدة واحد ملحد زنديق دسها لكي يدمر هذه الأمة يحطم هذه الأمة تتولى في هذه الأمة أمثال هذه العتاهات والالتياثات التي يظن حملتها وأصحابها أنهم أحقوا بالله من دون سائر الناس كل الناس مسلمهم وطبعا فضلا عن غير مسلمهم للأسف قال ممكن هذه وضعوها الزنادق أو الملاحدة كما قلت لكم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه قد بذذنا وسبقنا وأربينا على بني إسرائيل في خصلتين أننا أكثر تفرقا منهم 71 أو 71 72 احنا الحمد لله 73 أكثر فرقنا أكثر احنا أمهم مزقا أكثر فهذا الكلام غير صحيح كما قلت لكم تذكروا عبرة لبروتستان في أمريكا غير صحيح بالمرة بالعكس أنا أقول لكم هذه الأمة أكثر أمة إلان بفضل الله وكرمه ومنحته الهائلة أكثر أمة موحدة تأتي للزيد للإمام للإباض للسن أي أن كان هذا السن كلهم يقول لك لا إله إلا الله محمد الرسول الله آمن بالله ومالأكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونحن أهل الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحش كفا كفا لا نريد مزيدا تبا لعقائدكم الزائدة التي أضفتموها إلى دين الله لا نريدها هذا يكفي وهذا كتاب الله هذا كتاب الله يكفي والحمد لله الأمة كله على هذا أعيز كذلك هذا يكفي هذه نعمة جزيلة ومنحة عظيمة خطيرة بفضل الله تبارك وتعالى من السماء خصت به هذه الأمة المرحومة والحمد لله يا رب العالمين على كل حد الإمام محمد بن علي الشوكاني حذر من هذه الزيادة قال هذه الزيادة لا تصح وقال لم تصحها لا مرفوعة ولا موقوفة كذب على الرسول وكلب على الصحابة هذه الزيادة غير موجودة يبقى كما قلت لكم أصل الحديث ما فيش فيه خطر عظيم أصل الحديث ما فيش فيه أن الأمة تفترق طبيعي لكن الخطر إلى حد ما في التعداد وأننا أربينا طيب واحد يقول لي وبماذا أربينا أيضاً على بني إسرائيل أربينا عليهم في دخول النار كلنا في النار إلا واحدة يعني نحن سنكون أكثر أهل النار ما شاء الله نحن الأقل أهل الجنة هذا تكذيب للمصطفى المعصوم الصادق المصدق الذي قال أنتم أكثر أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى لأننا لم نكذب ولم نتولى ولذلك لن نصلاها إن شاء الله على الأقل صليعه تعبيداً وخلود نحن أهل الجنة نحن أهل لا إله إلا الله إني لا أخاف على أمتي الشركة بعدي أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره كنتم خير أمة أخرجت للناس لأمة التوحيد من على وجه الأرض الآن أمة توحد الله حقاً وتقول لا إله محمد ليس إلها مع الله ولا إلها إلى جانب الله ولا وزيراً لله ولا معيناً لله محمد عبد الله ورسوله عبد مثلي مثلك شرفوه أنه أعبد لله مني ومنك بس وأكثر عبودية لله وأكثر عبادة لله صح؟ إيش هالدين العظيم هذا إيش هالدين الجميل هذا هذا دين جميل وعظيم ورحيم بفضل الله تبارك وتعالى لنا الفخر والله العظيم ناس أول الله أن نعيش وأن نموت على هذا الدين وعلى هذا التوحيد أبداً لا تشككون في صلوحي الدين وفي رحمانيته وفي تجميعه لأمته أيضاً وفي سعة صدري هذا الدين هو سع الصدري يا أخواني يحتضن أبنائه كل أبنائه أنا أقول لكم وهذا إن شاء الله سيكون في خطب ربما قادمة ليس فقط عن سعة صدر هذا الدين لأبنائه بل سعة صدر هذا الدين للعالمين كيف يسع العالمين وكيف الفهم في الآيات القرآنية يمكن أن يقود بسهولة خطوات متتالية سريعة إلى أن معظم خلق الله بإذن الله تعالى داخلون في رحمة الله وفي النجاء إن شاء الله ويدخلون الجنة يوم القيامة ما رأيكم؟ معظم خلق الله وحنشوف قرآنياً كيف هذا الدين يصبح معظم محمد في النار أي دين هذا ولله در الشعر الذي قال أي دين ترك الناس فريقاً وفريقاً وصير المنهج اللاحب سبعين طريقة يتسأل مستنكراً يقول أي دين ترك الناس فريقاً وفريقاً وصير المنهج اللاحب الواضح المتضح المنور سبعين طريقة وقال لك هذا الدين وهذا الحديث قطع الله لسانك لا هذه الزيادة لا نقبلها هذه الزيادة لسنا نقبلها وبحمد الله بمجرد رد هذه الزيادة ينقطع مادة شر كثير المادة أصل الجرثومة تنقطع تموت هذا المستند لم يعد يغذي الحصرية والانغلاقية واللعنات التي نعيش فيها بإذن الله بعض العلماء أيها الإخوة قابل حتى هذه الزيادة وتأولها وبهذا أختم كيف تأولها قال لك آه كلها في النار إلا واحدة بمعنى ماذا؟ هذه الواحدة المستثناء هذه الملة هذه الفرقة هذه الجماعة هذه السواد الأعظم وكل هذا وردت به نصوص في استثنائه في كونه مستثناء ملة فرقة جماعة سواد أعظم إلى آخرين هذا المستثناء أي كان أو أي يكون اختلف اللفظ اختلفت المنطوقات واتحدت المدلولات كما يقال هذه الفرقة قالوا موزعة في الفرق كلها أشرع إلى هذا العلامة المقبلة رحمة الله عليه صالح المهدي المقبلة قال الفرقة الناجية الملة الناجية الجماعة الناجية مز جماعة واحدة منحازة إلى جهة وحدها متميزة قال لا مفرقة في الثلاث والسبعين فرقة وهم صالحوا كل فرقة هذا إذا قبلنا بالزيادة وعرضنا لها تأويلاً يعني في الشيعة بتلاقي إيش ناس صالحين في الإبضية ناس صالحين في الخوارج في الأهل السنة في الزايدية في كل الفرق تجد أناساً صالحين طيبين ورعين أطقياء من أهل الله لا يردون إلا وجه الله هؤلاء جميعاً هم الفرقة الناجية وهي التي تدخل الجنة طيب بس هذا غير كافي تعرفوا لماذا؟ لأنه إلى الآن لم ننفصل من شبهة معارضة عدم تماشي هذا الحديث بهذه الزيادة مع الأحاليث التي تنبئ أن أمة محمد أكثر أهل الجنة أكثر أهل الجنة فصالحوا كل فرقة إذا ضموا بعضهم إلى بعض وجعلوا في صماط واحد كم يكونون نسبة بسيطة ومن هنا تأويل آخر تأويل آخر كما قلنا ماذا قيل؟ قيل أيها الإخوة إن الفرق الضالة والمبتدعة إنما يقصد بها وبالهالك منها الخاصة يعني العلماء والعمة الذين يولدون أفكار الضلال وأفكار الطغيان القادة الذين يخدمون قومهم القادة والرادة إلى الضلال والبدعة وأما العوام في كل فرقة فالعوام شأنهم السلام بإذن الله تعالى من حيث العصل والنجاة ولا يتثريب عليهم وهم مستثنون من الابتداع لا تقول لك حتى العام المبتدع هو يتبع العلماء عنده الأميش عارفوا مسكين هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعه لو جاءك واحد أجنبي أو واحد ملحد وقال لك اجيب لي الآيات المريحة في كتاب الله في آيات مريحة مثل آيات الرحمة عموما إياك إياك أن تتخطى آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعه من أوسع الآيات صدرا في كتاب الله وتنشرح بها والله صدور المؤمنين شيء عجيب يا أخواني الله قال لك لا يكلف الله إلا وسعه بعض الناس أيها الإخوة يقصر المقصر ليس كالجاني المتجري قصر حساب يسير ربما وربما أغفرة بعض الناس قاصر وليس مقصرا قاصر عقلاته علماته ما يقدرش المسكين يجيب وليس مهم حاجه هذا طباخ كالناس غلبان أو حتى مهندس كبير أو حتى تعلم فضاء ولا يعرف اللغة والبديع والمعاني والنحو والتصغيف والأصول ما ما يعرف كل هذه القصص هذه ما يتكلف التعلم فضائي في قضايا دينية ونصوصية ما يعرف فيها ما له علاقة بها فهذا قاصر ذلك مقصر وهذا قاصر عن بلوغ الغاية ودرك البغية ودرك البغية يغفر له أو لا يغفر له ما قال لك لا يكون له نفسا إلا وسعها الله أعطاه في وسعه علم الفضاء والهندسة والجراحة والتاريخ والجغرافيا ما أعطوهش علم الدين فقال لك هنا يقتصر الابتداع والتوعد بالعذاب على من؟ على العلماء والعمة أنا أقول لكم كمان وبين مزدوجين وهؤلاء ليسوا معمومين مشمولين بالوعيد والتثريب تعرف لماذا؟ لأن أكثرهم متأول مجتهد وبنص حديث رسول الله وبنص الآية لا يكلف رسول الله إلا وسعها إلا ما أتاها لهم أجر واحد وإن أخطأ وليس كذلك؟ ولا نقول لمن أخطأ إنك ضال مضل بل نقول له إنك مجتهد إن كان من أهل إجتهاد وهو عالم ألا مفروض أنه عالم الإمام نقول له بل أنت مجتهد مأجور نقول قولي هذا وأستغفر الله